مئة عام مرت مئة كاملة لا نقصن فيها من العراقية لغة وثقافة وحضارة لكنها مئة مرت بتفاصيل وجع ومنعطفات واليوم يحيي العراقيون أركانها على أطلال تاريخ ثورة العشرين التي صنعها الشعب آنذاك حين طبع التاريخ في الذاكرة عام 1921 في اليوم الثالث والعشرين من آب لتنشأ الدولة الملكية في العراق فكان الملك فيصل بن حسين ملكا على العراق بعد تشكيل مجلس تأسيسيا من مهامه تنصيب الملك على العرش مئة إذن على صناعة العراق الملكي في الزمن الحديث الذي جسد فيه الباحثون دور الملك الكبير في صناعة أسس الدولة صناعة عسكريتها وماليتها وإداريتها وثقافتها ولم ينسى من التاريخ إنشاء الملك فيصل الأول دولة تستند لمقومات الدولة الحديثة والشواهد كثيرة منها المشاريع والجسور والسكك الحديد والمصانع وتشكيل نواة الجيش العراقي الوطني ثم توالت المراحل بعد الملك فيصل الأول بتولي ولده الملك غازي ومن بعده الملك فيصل الثاني لصناعة المراحل الأبرز في تاريخ العراق ما شكل وعيا سياسيا واجتماعيا ظل حاضرا في نسيج المكون السياسي حتى اليوم بعقول جيل عراقي متوارث للأصول والفكر والخبرة السياسية الضاربة في التاريخ وبرغم العواصف والصعاب إلا أن العراق اليوم يتمسك بالأمل مرتكزا على تاريخه العريق كما يتطلع له رئيس الجمهورية برهم صالح بأن يكون دولة آمنة تخدم الشعب وتحكم بالحكم الرشيد ولم يتوقف العراقيون حتى اليوم رغم المآسي والحروب والاستبداد فهو البلد الذي تفوق على دول العالم في تحمل المصائب والصراعات لتكون أول مئة عام كإرشيف لن يموت من التمهيد لمستقبل ينظر إليه العراقيون على أنه مشع بالحضارة وإعادة العراق إلى عهده كما كان صانعا للإنجاز وصانعا للتاريخ